اول حاجة هتلاحظها ان الاردينس ماب ما بيرندرش على طول لكن هو بيشتغل على مجموعة باسس طب تعالوا نفترض ان الباس الاولاني او تعالوا نفترض ان الباسس دي هي المسؤولة عن الريزيليوشن هتبتدي تلاحظ ان الباس الاولاني بيتم فيه توزيع او البكسلز او بيتم توزيع فيه البكسلز على الوبجيكت الفلات بعد كده الباس التاني يبتدي يدخل في تفاصيل اكتر وبعد كده يدخل في التفاصيل اللي وراها وهكذا معنى كلامي ان اول باس هو اللي بيبقى اقل رزيليوشن بعد كده الرزيليوشن تبتدي تعالى معايا تدرجيا كل ما بيزيد معايا في الباس عشان كده هتلاحظ ان الباس الاخير دايما هو اللي بياخد اعلى وقت وكل ما بتزود في البري سيتس عندك من هاي لفيري هاي كل ما هيزيد معاك عدد الباسز عشان هو بيحاول يوصل لكوية اشتركوا في القناة